في اخر محاضرة اتعلمنا عن view child و ازاي نعمل اكسس للضم في الهوكس او اللايف سايكل هوكس بتاعتنا دلوقتي في حاجة تانية عايزين نتكلم عليها كنا في الـ App Component HTML كنا بنعمل Projection لـ Content في جوه الـ Server Element Component كنا بنعمل Projection للـ Paragraph ده خلينا دلوقتي احنا عايزين نحط Local Reference للـ Paragraph ده ممكن نسميه Content Paragraph دلوقتي خلينا نقول احنا عايزين نستخدم الـ Local Reference بتاع الـ Content Paragraph في الـ Server Component او الـ Server Element Component اللي هو اللي المفروض عاملين Projection للـ Paragraph ده فيه طيب دلوقتي احنا عايزة استخدم الـ Local Reference اللي اسمه Content Paragraph ده جوه الـ App Component مش هيبه فيه مشكلة هستخدم الـ View Child زي ما انا استخدمتها المحضرة اللي فاته بس لو انا عايز استخدمه جوه الـ Server Element Component مش هينفع هستخدم الـ View Child ساعتها هستخدم حاجة اسمها الـ Content Child ساعتها الـ Server Component TS وهنا مش هينفع هستخدم الـ View Child مع الـ Local Reference اللي احنا لسه عاملينه في الـ App Component بس اقدر استخدم حاجة اسمها Content Child طبعاً Content Child دي طبعاً من الـ Life Cycle Hooks كل component لـ Life Cycle Hooks بتاعته فهنا في الـ Content Child او في الـ Server Element Component في Content Init ng-After Content Init و ng-After Content Check دلوقتي اطلع فوق كده وزي ما كنت ضفت الـ View Child فاضيف Add Content Child طبعاً منساش ان انا اعمل لها امبورت هو هنا اعمل امبورت الواحد وطبع الـ View Child كنت اعملها امبورت قبل كده طيب بعد كده هديله هنا الـ Reference تاعي اروح ممكن اخده CopyPaste عشان ما نطلق بطش الـ Content Paragraph و هديله زي ما قلنا في المحضرة اللي فاتت الـ Parameter الثاني Static True و هنعمل و هنعمل Properties اسمها Paragraph نقدر نستخدم الاسم ده طيب هي من النوع Element Reference و هنعمل نفس اللي انا عملته في المحضرة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات هاجي على NG on it و هبتدي ان انا هعمل لوج لـ Content Paragraph و هنعمل و هبتدي اظهر This This Paragraph Paragraph عرضناه في الـ NG After View Inet دي بالنسبة الـ View Child لكن بالنسبة الـ Content Child Content Inet اقدر اعمل له Access بعد الـ Hook لما تحصل طيب المفروض دلوقتي نعمل Save و نروح على الـ Browser و نبتدي نشوف ايه اللي حصل عندنا هو الـ NG on it Cold الـ Content Paragraph مفيش حاجة ظهرت عندي لكن بعد الـ NG After Content Inet بقى الـ Content Paragraph الـ Text Content ظهرت عندي او قدرت اعمل لها Access وبكده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نقدر نعمل Access لـ Element اللي في الدم بتاعتنا سواء كانت View Child و برضو في نفس الوقت اتعلمنا عن Life Cycle Hooks و عرفنا ان بعد كل Life Hook ايه اللي بيحصل و ازاي اقدر اعجز الـ Element بتاعتي